أوصى مجلس رأساء كنائس الشرق الأوسط بضرورة التوعية لمواجهة خطر فيروس كورونا والإسهام في حملات تشجيع الناس على أخذ اللقاح إلى حين الوصول إلى مرحلة مناعة القطيع جاء ذلك خلال اجتماع ضم أعضاء المجلس من الأردن ومصر وفلسطين وسوريا والعراق ولكويت وإيران وقبرص ولبنان على صعد متصل أصدر مجلس رأساء الكنائس في الأردن بياناً دعا فيه جميع الكهنة وأبناء الرعاية في المملكة بضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والالتزام كذلك بقرار الحظر الشامل أيام الجمعة حيث تعلق فيه إقامة الصلوات في الكنائس كما نصح عموم الرعاية بتجنب إقامة المناسبات الاجتماعية في المنازل والتخفيف قدر المستطاع من الزيارات بين الأقارب والأصدقاء في ظل الظروف الراهنة